هفكر حضراتكم كده بدايماً لما بنتكلم عن مبادرة حياة كريمة أو المشروع القومي الأكبر في العالم بالمناسبة حياة كريمة الأهداف بتاعته لأنه بعضنا بيقول أنا ما طالنيش التطوير في حياة كريمة ما طالنيش التحول الكبير اللي احنا بنشوفه في التلفزيون ده كل يوم هو الحقيقة أنه فعلاً المستهدف من مشروع أو المستهدفين قطاعات المستهدفة من حياة كريمة هو تحديداً كده هي بتسمى كده في علم الاجتماع القطاع اللي تحت خط الفقر تخيل أنه عندك في مجتمعاتك حد اسمه تحت خط الفقر يعني إيه تحت خط الفقر؟ يعني حاجة تخص معدلات الدخل شكل البنية التحتية شكل البيت اللي عاش فيه التعليم اللي بيتلقاه الرعاية الصحية اللي بيتلقاه أقل 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 من أن نسميها حتى مستهدفة فقير فده كان الهدف الأساسي من حياة كريمة أنها ترفع هذا المستوى ترفع المعدلات إذا نجحت أنك تاخد حد تنقله من تحت خط الفقر إلى خط الفقر هو من عند النقطة دي يقدر يتحرك ويشتغل وينتج ويجتهد ويبدأ النتاج الإنساني ليه يبقى ليه أثر لكن قبل كده لا ما يقدرش الحقيقة ما يقدرش مبادرة حياة كريمة الصور اللي احنا شايفينها على الشاشة هي أقل ما يمكن أن يقدم للمواطن المصري أو لرأة مصر أنه لا يليق أنه يبقى فيه مصريين ما عندهمش الخدمات الأساسية في الحياة وحدة صحية مدرسة جيدة بنية تحتية أساسية ميا صرف صحي الأمور الأساسية دي اللي زي ما بقول حضراتكم كده تحط البني آدم فينا على بداية الطريق دكتور مصطفى مدبولي قدم تقرير مهمة جدا عن حياة كريمة وتكلم عن معدلات الفقر دي اللي احنا بنحكي عنها معدلات الفقر سجلت انخفاض بنسب بتتراوح ما بين 10 إلى 14% في قرى المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة أكد كمان دكتور مصطفى أن معظم القطاعات والصناعات المستهدفة في المبادرة حققت معدلات تنفيذ عالية ضمن الإطار الزمني المحدد طب إيه هي المشروعات اللي كانت مستهدفة المدارس والبنية الأساسية للتعليم بنسبة أكتر من 95% وأيضا الوحدات الصحية بنسبة 90%